في الاعتبار من خلال المراقعات هذه أن عدد المشتركين ارتفع من حدود 600 ألف مشترك إلى تقدار الآن نحن وصلين مليون و 200 ألف مشترك طبعا مع الزيادة الكبيرة في حجم الاستهلاك مع الزيادة الكبيرة في حجم المشتركين مع الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات التي ارتفعت من تقريبا يعني وصلت في حدود 3 مليار ريال عمان استثمارات في قطاع الكهرباء خلال 15 أو 16 عام الماضي نعم أخذنا كل هذه المؤشرات في الحسبان نظرنا إلى النظرة المستقبلية لقطاع الكهرباء يعني وين نريد نوصل بقطاع الكهرباء إيش الخدمات إيش مستوى الخدمة اللي نريد نقدمها للمواطن كيف نقدر نطور هذه الخدمات وكان نتاج هذه الدراسة أن يطلب إعادة هيكلة للشركات اللي تقوم بنشاط التزويد والتوزيح الآن بعد المراجعة تم دمج جميع هذه الشركات بناء على النشاط فأصبح معنا حاليا في السلطنة بعد إعادة الهيكلة شركة قادرة على تقديم خدمات التزويد وهي يعني الخدمات التجارية مثل قراءة العدادات الفوترة التحصيل كل الخدمات اللي من شأنها يعني أو من خلالها يتصل الشركة إلى المشتركة أو المواطن مع الهيكلة الجديدة أصبح أن شركة واحدة لتوزيع الكهرباء لكافة أرجاء السلطنة وشركة واحدة لتزويد الكهرباء لكافة أرجاء السلطنة فضلنا في الوقت الحالي أن محافظة الضفار يكون فيها يعني مشغل واحد يشمل جميع الخدمات اللي هي المياه والصرف الصحي والكهرباء إعادة الهيكلة هذه كان هدفها يعني تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين وأيضا تمكين إدخال المنافسة في قطاع التزويد بحيث أن نحن في المستقبل يكون بإمكان المشترك أن يختار ما بين مشغل ألف ومشغل باء إذا يعني عنده عدم رضا في يعني الخدمة المقدمة الإطار أو الهيكلة اليديدة بتمكن إدخال المنافسة في قطاع التزويد اللي هو قطاع الخدمات التجارية وهذا بيساعد كثير في تطوير الخدمات ويعني رفع مستوى رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة إعادة الهيكلة ما غيرت أي شيء في قانون القطاع ما غيرت أي شيء من التزامات يعني الجهات المالكة لهذه الشركات اللي هي تقول ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني وهو الضراع الاستثماري للحكومة السلطنة فكل هذه الأمور يعني ما بتتأثر ما في تأثير على المقردين على المستثمرين اللي جالة ستصير حاليا هو دمج لنفس الأنشطة اللي كانت موجودة في السابق تحت نفس ملكية الشركات ما في أي يعني توجه لإعادة يعني أو مراجعة قانون القطاع في الوقت الحالي قانون الحالي اللي موجود معنا ما يتطلب أي مراجعات هو من أفضل يعني الأطر القانونية اللي موجودة على يعني على مستوى المنطقة من الأولويات اللي تم النظر إليها مع يعني العمل على إعادة الهيكلة هو موقف الموظفين العاملين في الشركات اللي بيتم دمجها الموظفين ما بيتأثروا نهائيا ويعني وحقوقهم كلها محفوظة زين لأن جميع هذه الشركات تتبع نفس المجموعة اللي هي مجموعة نماء يعني سياسات الموارد البشرية سياسات التوظيف سياسات الرواتب والدرجات المالية كلها تتبع نفس المنظومة فما في أي يعني ضرر ممكن يعني يقع على أحد الموظفين قراء إعادة الهيكلة اللي تم إقرار ترجمة نانسي قنقر